السلام عليكم و مرحبا بكم في عنات طبخ ليلة وصفتنا اليوم شاء الله ستكون عبارة جميلة نوع الأول ستكون بالفواكه الجافة والكراميل والثانية ستكون بالقاناش الشوكولات نتمنى هذه الوصفة لإعجابكم عندما نطور عليكم تابعوا معي الوصفة لا تنسوا أن تشاركوا في عنات و تضغطوا على الجرس لكي يصلكم جديد دعوكم شاهدوا معي المعادير و طريقة التحضير سوف نحضر عجينة الصابلة أو العجين المكسر سوف نحتاج فيه إن شاء الله 250 جرام الطائع مع 125 جرام الزبدة ثلاثة مارع أكبر سكر سندة أو سكر الخاشن فاني سوف نحتاج بيضة صغيرة وعبيسة الملح سوف نضيفها حقا لأكبر مبارد لكي نجمعها و تزيل طريقة التحضير سوف نضيفه 250 جرام الطائع سوف نضيفه 125 جرام الزبدة يعني نصف علبة سوف نأخذ نصف علبة و الأحسن الزبدة سوف نضيف عصدي الملح سوف نضيف فاني سكر سنيدة أو سكر الخاشن سوف نضيف زبدة في الضع سوف نضيف زبدة في الضع سوف نضيف زبدة في الضع سوف نضيف بيضة سوف نضيف بيضة سوف نضيف بيضة سوف نحاول نخلط بيضة سوف نضيف مع الضع سوف نضيف تونيف نضيفة نضيف بلائدة نضيفة 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 يجب أن نضيف بلاستيك بلاستيك بالنسبة للعجينة لم أضفت لها المنهائيا بيضة واحدة كانت كافيانة بعد مرسحت العجينة نضيف بلاستيك بلاستيك سوف نأخذ هذه الدائرة لذلك سوف نضيفها في هذا الشكل و نضيف الدوائر ثم نضيف سوف نضيف الوصف و نضيف الدائرة و نضيف الدائرة و نضيف التطور نضيفه على الأge نضيف الجزء سوف نسمر بنفس العملية سوف نكمل عاوالب كامله تناجزي الكون احتاج المجمدات كيف تشوفون معي رهجان وقبل طعبتها اخذت هذا العويد وطعبتها كاملة ودخلتها المجمد ندخلها الطيب ندوز الحشوة الأولى التي ستكون بالفواكه الجافة والكراميل التي ستحتاج فيها 15 جرام غليكوس معها 50 جرام سكر ساندة 30 جرام عشدة السائلة مع الأصغيرة الزبدة و100 جرام فواكه الجافة اخذت هنا اللوز والقرقاء أعطيتهم طائفات صغيرة كيف تشوفون ندخلها ندخل طريقة تحتها ندخلهم فوق البوطة ندخلهم حتى يدوب ندخل غليكوس والسكر ساندة صافي فوق البوطة ندخل سكر ساندة مع القليكوس لكي لا تحرك السكر العفيد قد تكون مهيلة سوف نحرر كثيرا حتى يتغير لونه سوف نرى لونه في الآخر كيف سوف نحصل سوف نضيف بشكل كثيرا سوف نضيف الكراميل المعروف لا يجب أن يقوم بحثة حتى يتغمق بشكل كبير سوف نضيف بشكل كبير الأجداء السائلة سوف نحرر بكرة سوف نضيف البوطة سوف نضيف السواكي الجافة فلูق في الخلافات سوف نضيف الزبدة سوف نضيف الزبدة سوف نضيف الزبدة دوما نضيف الزبدة نضيف الحشوة الأولى نعمر مباشرة نضيف الحشوة الأولى نضيف الحشوة الأولى نضيف الحشوة الأولى نضيف الحشوة الناس نضيف حشوة أو ELحد كيف تشاهدون بعيدة الشكولات الدابة سنضيف المرأة صغيرة هذه الزبدة سنقلط فيها حتى الزبدة سوف نضيف الزبدة كيف تشاهدون حتى الزبدة هي دابت سنضيف الزبدة في الثلاجة حتى كيف تدراسه ونرجع معكم من بعد ان شاء الله سوف نضيف الزبدة 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 هذا هو الشكل النهائي الحلوة كيف ترون معي مقاطع جد بساط وكذلك سهلة كانت تسمنى الوصفة لإعجابكم وتجربوها لا تنسوا تشاركوا في القناة كذلك اضغطوا الجرس باش يصلكم جديد سأخبروا فيديو جديد ما هو صفحة جديدة